أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن بغداد ستشهد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية فيما بيّن أن العراق لعبت دورا في دعم الحوار بين البلدين وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني سين أمير عبداللهيان في طهران أنه تم مناقشة ملف الانسحاب الأمريكي والعلاقات مع دول الجوار خلال الاجتماع مع الجانب الإيراني كما بيّن أن الحوار الإستراتيجي مع الأمريكان تضمن بقاء المستشارين والمدربين من جانبه أكد عبداللهيان أن مباحثات إيرانية سعودية ستعقد في بغداد قريبا كما بيّن أن العلاقات بين العراق وإيران وثيقة ومتينة في المجالات كلها